وعلى همش مشاركته في قمة حركة عدم الانحياز في العاصمة الأغندية جمبالا عقد وزير الخارجية سامح شكري عددا من اللقاءات الثنائية مع نظرائه في عدة دول تناولت ملفات التعاون الثنائي والقضايا محل الاهتمام المشترك فخلال لقاء نظيره جيبوتي محمود عليوسف اتفق الوزيران على استمرار التشاور والتنسيق الوثيق حيال تطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك كذلك عقد شكري اجتماعا ثنائيا مع نظيره البحريني عبداللطيف الزياني للتباحثي حول مستجدات الأوضاع الإقليمية لسيما الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة كما عقد وزير الخارجية اجتماعا مع وزير خارجية بيلاروسيا سيرجي ألنينكتن ولا سبل تعميق أوجه التعاون كما توافق حول دراسة تشيني قطوط الطيران المباشر بين البلدين وفي اجتماع آخر اتفق شكري مع نظريه الهندي منيام جياشنكار على همية إنشاء فريق عمل لمتابعة تنفيذ المشروعات الهندية القائمة في مصر بالإضافة إلى ملف القضية الفلسطينية والشواغل الهندية إزاء التطورات التي تشهدها منطقة البحر الأحمر ترجمة نانسي قنقر